السلام عليكم اخواتي الزوينات وحتى المميمات كيف ديري اللبس عليكم هانين مهنين امركم هانية كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير ومرحبا بكم معي اليوم ومئة الف مرحبا في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون حماسي كله طاقة ايجابية اكيد اليوم ديال تيذو جافل مكين غتي ذو جافل المهم اخواتي الزوينات غبرت عليكم بزفزفزفزف وكنت نشوف تعليق اليالكم اللي زوينا بزف صراحة غبرت وكتبقى تسولوا عليها صارة فين غبرتي صارت وحشناك واش غتبقيت تشاركي معنا الروتينات ديالك شفت قناتك مبقيت كتلو حفات شي حاجة من غير بي مش غتخصي غلبي مسافي بالعكس البنات القنات ديالي ان شاء الله غتكون يعني فيها كل شي ماشي غير بي ببحثو غير انا اختيت واحد الفترة اللي نرتاح فيها شوية لان انا البنات كنت عيانة شوية ما كانش عندي الخاطر ما كانش عندي القانا ما كانش عندي اذيك الطاقة الايجابية اللي نعطاها لكم يعني انا خاص لي اعطيني الطاقة الايجابية في ذيك اللي وقيتها فهد شي علاش مبقيتش لحت شي حاجة صارح مبقيتش لحت شي حاجة هد شي علاش قلت احتر تاح لان الصارحك يكونو حد ضغط لي كبير باش كنبقى خدامة يعني انا عندي الخدمة ديالي ومتن العشرة ديال الصباح وانا فصالون ومتن مشي حتى العشرة ديال الليل وعاد بالليل خاصني ندير فيديو مثلا نعسى الوحدة ديال الليل وعاد في الصباح اللي بغيت ندير شي فيديو وفي الصباح ما خاصني خاصني يفاق معسى يلا يلا بحين تصويرك يشد الوقت ما شيف حال ما كنتش غدا نصور إلا كنتي غا تصورك اتفقيت هزي الكاميرا جيبا هند ديها هندوزيه وكاركي يديلك وقت كبير هاد شي علاش البنات اخبرت عليكم قلت ناخذ واحد الفترة اللي ارتاح فيها شوية ولي نكون مرتاحة باش نشارك معاكم فيديوهات ليكونو زوينين اكيد وبالنسبة لواحد تعليق اللي لاحظتوا حتي ديالي اشبعتوا فلوس الله يارب بالله اختي وشي شيني غا انا من دول القناوات اللي سبارك الله المشاهدة كينا عندهم مشاهدة واللي سبارك الله كيدخلوه بالمليون بجوج وثلاثة انا را بالعكس ما تندخل حتي شي حاجة من القناة ديالي اه شغنقول لكم اربع شهور او خمس شهور عادي يلا كنشد واحد 16 الف او 20 الف فقط هاد شي لي كي مكينش حاجة لكسر منها غير انا الحاجة اللي ولفتها ولفت انا نشارك معاكم فيديوهات وولفتكم بزيف وولفت هذو التعاليق الزوينين ديالكم هاد شي علاج بقيت مستمرة في هاد القناة هذي وقلت ما غداش نحبس وخم يكونش مدخول را هاد شي لي كين اما انا را ما مدخلت شي حاجة غير قلت بديت هاد القناة فبلا ما نحبس وعد هاد القناة را لي اذا باربع سنين وانا قد تامع لها الحاجة اللي صراحة كتطيحني كتر هي اللي وقيت اللي قلق القناة ديالي قطلع في المشاهدة وكترجع تنزل هذه الحاجة اللي قطيحني كتر اما بالنسبة لي المدخول قد نقول لكم ما تيهمنيش بزاف لانا وكن كان كيهمني ما كنضمش وش غنبقى انا مستمرة في هاد القناة هذي را ربع سنين وانا فيه وانا مستاف دوالو ولكن الحاجة اللي كانت كان ت uncovered كتر هي نشوف المشاهدة باللي كطلع شوية باللي كيت حسون في القناة باللي القناة غادي الأحسن هذه الحاجة اللي كانت برزتني كتار واللي قتخليني رجع اللور كتار مني قتنشوف القناة قتنزل كتار قتخليني صراحة شي كي رجعني اللور كتار مشي في حال إلي شفت القناة ديالي المشاهدة يعني قتتحسن على مكانت قتخليني وخنكون عندي تمارة وخنكون خدم منذير مجهود كتار وهذا شي لي كانا أخواتي زوينات را نجمع معكم الله العظيم لحسبكم أخواتي أكيد بالنسبة لهذا الزربية هادي اللي كينف صالون كي اللي كي كي اللي مني كي شوفهم زيان كي سحبه في حالكة موسخرة هماشي موسخرة غير لون ديال أكشف را ليها أعوام الزربية هادي انا را ما شاريهاش واخدها غير من عد ماما واخدها غير من عد ماما هاد شي علاش فيها وحد جويهات ليكشفوا الوسط لونس ديال أكشف فانا قلت غير ندي بانيبه باش ان شاء الله نهال اللي بغير نفرص صالون نجيب زربية اللي مقاددة ما بغيش زبا نشريه وفي نفس الوقت أنا بقى ما نفرشاش وغتتكرفس لي الزربية ماشي في حال ماشي في حال حسن فرش عدك سا عندي زربية جديدة كل شي يكون جديد وكل شي يكون وادة فاتش علاش ما دير الزربية جديدة هادي واخدها غير من عد ماما ما زال هاد الزربية هادو اللي سنفرش فيهم هنا في الكولوار هادو شاريه هم أنا جداد وعد هاد زرابي هادو كاملين كنت صبنتهم كلهم ولكن ما فرش ما فرشت صراحة الزرابي يلا دابا قلت غادي نفرشهم لأن نبدأ البرد ولا الحال بارد فقلت من الأحسن خسني فرشت شي كامل واحتى أنا من النوع اللي ما تعجبنيش في حالك مثلا نصبن نصبن في حالك الزرابي وذك شي ونبقى جامعة ذك شي يبقى مجموعين الأرض تبقى تبقى والو ما كيلا فراش لوالو ما كتعجبنيش وكوخاء يلا صبنت كان بغي ذيك ساعة أرجع وشان يفرش كنبغي الفرش يكون قيمي يعني مش في ذك شي مجموع وتنبغي نشكركم صراحة بزف 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 التعليق ديالكم زوين المشروعي جديد اللي شاركتوا معكم الصالون ديالي جديد كنت تك اللاحظ بزف ديال أسئلة كين اللي قتليها واش صالون يعني نجح لك واش ما نجحش لك بزف ديالأسئلة على الصالون وان شاء الله حتتجي الوقت ديالهم نشارك معكم شنهير ديالي في الصالون وانجح بكم علاقاء الأسئلة ديالكم صراحة البنات في حلقة مني كان حك الأرض كاملة وكان فرش في حلقة الزرابي كان حسب واحدة الراحة نفسية كان حسب اللي دارة نقية كل شي نقية كل شي وهذاك أنا من النوع اللي كيعجبني بزف نقا وتنرتاح بزف يعني من كتكون في حلقة دارة محكوكة ونقية كتحسي براسك انتي مرتاحة نفسيا وفي حل هاد الفيديوهات هادو تنبغي نشاركوه معاكم بزف باش نعطاكم في حلقة الطاقة الإيجابية باش حتنتو ما تضربوا واحد الحكا وما تعقزوش حينت الواحد في الصراحة تيعقزوه لكن مني كتشوفوا في حلقة الروتينات ديال الحدقاء ديال الشقاء ديال المسيح ديال تيدو جافيل كتشيكم حالطاقة اللي زوينة وحالطاقة اللي إيجابية واخيرا دابا يلا قاديت هاد المجره هذا لأنه عامر مماعن ما كيتجار غير بالزز وعاد المجره ديانو ما تيبغوش يتحييذوا لي باش نحطوه زعمه براحتي ونرجع المجره ما تيبغوش يتحييذوا لاسقين فيه فاعد الشعلش دابا عاد قاديتو وعندي شيء معنات كنخشيهم في القنت مماكين في المجر صافي والديكورات اللي عندي غدي نمسح دابا هاد مجير هذا من الفوق ونمسحه كامل غدي نمسح الديكورات اللي عندي هاد المريات هادو بعد غدي نشارك معاكم ديكورات اللي درتون في القنت دي الصالون عندي بحط القنت اللي فيه القبز فيه الطاجيرات شريت واحد ديكورات اللي عجبوني يصار حاجة شكل ديارهم زوين بزاف غدي نشاركهم معاكم وعافاكم البنات ما تبخلوش عليا بالبارتاج باش القنات دي اللي يتعرف كتر وباش يتعرفوا عليا الناس كتر ما تبخلوش عليا باللي لايك بتعليقكم اللي هي اللي كتشجعني كتعطيني طاقة إيجابية كتخليني ندير مجهود كتر وما نغبرش عليكم أكيد ومن بعد ما مسح الدفا هات البليسة هذي غنبشي دفا الحوية اللي عندي غنبشح شي ديكورات حتى هما من نسبة ديكورات اللي شريتوا مشريتوا من عند كويزين برومو سباتة راكين في سباتة عرف هيت غا مؤخرا دفا شاركت معاكم معنات اللي عندو را عندو تبارك الله داك شي زوين بزاف عندو بزاف ما يتشاف محل ديالو تبارك الله كبير را كل مرة غنبقى نشارك معاكم شي حويجات اللي عندو من المعنات لي عندو باش نشارك معاكم كل شي في فيديو واحد غييجيكم طويل بزاف هات شي علاش قسمتو كل مرة غنشارك معاكم حاجة كينا عندو صار حمو Sr بغيتو صواني بغيتو كيسان بغيتو برارد بغيتو ديكورات ذاك شي عندو وعر ذاك شي زوين بزاف ديل دياب ديل الحطة الكبيرة ديكورات زوينين المهم بالنسبة لديكورات اللي اختيت انا اختيت غير هادو في الوقت الحالي اختيت من عنده هادو واختيت حتى هادو واختيت الانالاصة اللي بالتهبي هادو هما الدكورات اللي اختيت بالنسبة لهادو رغير غنحطهم مؤقت في هادو البليسة هادو غير مؤقتين حتى انها ان شاء الله اللي نبغي نفرش في حالك السالون قاد ينحييزهم وغندير ذاك شدية نحاس وهادو بعد انديرهم في الطاجرات اللي عند في الكوزينة ركن ينضع تاجرات عندي في الكوزينة هما اللي غنحط فيهم هادو ولكن غير في الوقت الحالي قلت اعرى لديها الدكور هادا العمر بها فاضل بلايسة هادو حتى اختيت بالنفرع السالون وذيكسع غندير نحاس ونحيييزهم من هنا هنديرهم في الكوزينة يعني الكوزينة ندخل فاحت الذهبي خير معه باقي ما مديرش للاليمينيوم باقي يعني مدى ما كانش الاليمينيوم فبلا ما نقدوه من دافل وصافي دست هنا الكولوار تهو ضربت لي وحد الحكة اللي فعلت صافي غنضرب واحد الشيفة وغنجيب الزربية اللي ديرها في الكولوار غادي نديرها هنا بالنسبة الزربية دي الصراحة البنات صدقت لي زوينة بزاف زوينة عد ما تيبنش فالوصاخ بصفة نهائية في الصراحة البلاسة اللي كتدوزي منها بزاف اللي كتقلسي فيها بزاف كتبغي شي لون اللي يصبر شوية الوصاخ اللي ما يكونش مفتوح حيث لا كان في حالك لون مفتوح في حال الباج مثلا الباج رموش كي لردغية كيتوصق يعني كيبغي شي بلاسة اللي تبخى نقي ما تكون وش كتدخلوا لها بزاف بش بقى لكم القياه ما يمكنش الواحد غاي بقى يصبن كل شوية كل شوية والموهم دست هنا احتى الحمام حتى هو حكيت وغير ما شاركتوش معاكم ودابا فرشت هالطبيات هادو وغندوز دابا نوجد الغداء غنشارك معاكم الغداء ولا غدي نصوبها اليوم عندي البنات كوكلي فاقولت علش اللي ما نعمروش غدي يجي زوين هنا درت شوية قصبر المعدنوز تومار بصلة ودرت الكبدة والقناصي ديال الكوكلي قطعشهم كيف كتلاحظوا ده ما بغن بدنا ندير العطرية ندير شوية ديال خرقهم نشارك معاكم الطريقة ديالي شوية تحميرة وشوية البزار تخرقهم سكين جبيرة لبناتها رس كي جبير شوية القرفة وظيفة الملونة ايضا لا تريدون لا تريدون بيض لا تريدون بيض نفضل ملونة لكي يجب سفيفر لا يجبون بيض ثم نضيف الملح نضيف الزه ساختزل ضيف cream م Is fin كله الأن نضيف ملح ملح لماذا تشارك؟ ���кивاتي المسجanti لتصرب في نفس الوقت شعلت البوطع عليهم وخليتهم خليت القناسي يطيبوا على خاطرهم هنا قطعت الخضراء اللي عندي البطاطال خيزو اللوبيا قطعتهم بهذا الشكل هذا سوف نديرهم دابا يتبخروا ودرت ليهم غير شوية رشيت عليهم من الملحة وقد نديرهم يتبخروا سوف نديرهم بطار حاد الغذيبه هذي ركتجيزوينه إلا ما اقترتيش في حالك تديري كوكليات انا تديري شي جاجة بلاص ما تديري في حالك كوكليات صغر تديري جاجة صينو تتعمرها بطريقة اللي شاركت معاكم هنا ايا من بعد ما كيف تشوفوا انتم كيف ولدك شي مضغمر سوف ندير ذابا ايا الهريسة هريسة تقدروا تديرها في اللون غير انا نسيتها عدرتها وقد ديروا الزيتون كيما قلت لكم الحامض مصير هاتش تديروه من النول ماشي ضروري حتى الغذيبه صافي من بعد ما لاصوس ولا واجد وهذا تنشد الكوكليات البنات كنت هنهم في ذاك لاصوس بهالطريقة هذي واحتمل الداخل حاولو تزو ذيك العطرية وخشوها في من الداخل باش يجي بنيا من الداخل بهالطريقة هذي وتنضير في حلقة في الطبسين كيفما تشوفوا كنبقى غادي على نفس الطريقة حتى كان دهن الكوكليات اللي عندي بربعة صارحة صارحة هالطريقة هذي كتجي زوينة وفحالك حتى فوقيته في رمضان كتبغين تديري شيء اوكلات لزوينين حتى هذي من الاوكلات اللي كينفعوا فحالك في رمضان صارحة صارحة دائما لان صارحة المرقة عفتوا كل نهار اطلع لك في الراس انا بعد المرقة ما بقاش عندي معها ما عرفش عنش مقاش عندي معها كنبغى في حلقة شيء حاجة اللي تشجعني باش نتغدا ذاك النهار يعني ذا بنا كبيرة وش طاري فيهم مصراش غير طار فيهم داروري كيبغوت بدليليم شوية وصافيته نديره باتطريقة هذي سنعمره إلا عندكم واحد الكيغدون كتسدو بي بلام يحتاجوا تديرو في حلقة الخيطو تبقاو تخيطو غير كيغدون كتسدو بي وصافي من بعد ما غادي نعمرهم غنديرهم حتى هم يتبخروا غنديرهم يتبخروا ومن بعد ما غادي يتبخروا إن شاء الله غادي ندهنهم غادي ندهنهم البنات بالزبدة وندخلهم الفران يتحمروا هالطريقة هذي اللي شاركت معاكم اليوم كتديرها ماما كيجي فيها زوين الكوكلي كيجي معمار كيجي بطريقة اللي زوينها غادي ندهنهم بشوية الزبدة وثمن والهريسة غادي نخلط هاتش مزيان وغادي ندهنهم بشوية وغادي ندهنهم بشوية وغادي ندوز الخضرة نسوطيها بشوية الزوينة وبالنسبة اللوبي احتاجها قصبر و المعدنوس كندير بالنسبة لباش تنسوطين كندين يمغل شوية القصبر و المعدنوس وتندير شوية ديال الكامون شوية الملحة صافي و شوية زيت سوف يبقى نشحر فين بالطريقة و نضع مدابة يلا صوب الطبسية صوبت هنا الخضرة هوا كوكلي يلا جبته من الفران سوف نقذ بطريقة ديالي انا وهي جات غذيوة اللو يزوينا و بنينا اكيد في الصراحة غير من شكل دياله اكيد غادت تفتح لك الشاهية و خذكم زودة غادتحل مني كتشوف في الصراحة شيشيوات اللو يكونوا زوينة يفتحو لك الشاهية كعجبك في حالات شي صراحة تجربية في حالات شي تديريه حتى ولداتك غاد يبغوه اكيد مني شوفوشي حاجة اللي مختلفة شوفوش حالة البناتجة زوين في الحطة البطاطة هنا يا حمرتها واحد شوية يم زيان نيت تتحمر باش كتجي مقرملا و زوينة و هات شي اللي كينا البنات ديال غديوة ديالي هانا شاركتها معاكم كنتمنى الفيديو ديال يوم ما يعجبكم شكرا لكم بزاف لمشاهدة لتعريق ديالكم اللي اكثر من رائعة و شكرا لكم اكيد من البارتاج اشياء لكم اللي هلا يخطيكم عليها وتسناوني ان شاء الله في شي فيديوهات اللي غدي يكونوا زوينين بزاف وبسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة